أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهنس أحمد أبو سليمان الراجحي أن الوزارة انتهت في سياستها واستراتيجيتها إثراء وتعزيز التشاركية مع الأجهزة المعنية لتحفيز ودعم المواطنين وتحفيز قطاع الخاص لتحقيق أهداف وفرص التنمية الوطنية مبينا أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج ودخل أغلبها حيز التنفيذ وأوضح في كلمته التي ألقاها اليوم خلال تدشين منصة قوة في مدينة الرياض ظن الوزارة بنت خلال العشرة أشهر الماضية مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص فأثمرت عن إطلاق 68 مبادرة موجهة للسوق قال مع الوزير الراجحي أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة تهدف إلى زيادة نسب التوطين ودعم وتأهيل وتمكين المواطنين ودعم القطاع الخاص لاستقطاب وتوظيف المواطنين وتحسين بيئة العمل وتطويرها ورفع جودة خدمة العملاء ودعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية والسعي لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني وأشار كذلك إلى أن ألية تحقيق التوطين تقوم على بناء علاقة شراكة مع القطاع الخاص التحفيز للتوطين وعقده شراكات قطاعية ثلاثية الأطراف ومتابعة خلق الوظائف في برامج الرؤية مثل برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية وبرنامج تطوير القطاع المالي لدعم برامج التدريب والتأهيل على رأس العمل أو المنتهي بالتوظيف أفاد معي الوزير الراجحي أن الوزارة تدخلت في شركات واتفاقيات لتوطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023 ولن تقف الضموحات والجهود عند هذا الحد بل ستنطلق لمستويات أعلى بإذن الله تعالى بناء على قصص النجاح التي سترسم بأيدي جميع الشركة وأوضح الراجحي أن الوزارة تهدف من تجشيم نصة قوى إلى تعزيز التحول الرقمي وسهولة إنجاز الخدمة للمستفيدين وسرعة اتخاذ القرار وزيادة مستوى الشفافية ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين أكد أيضا معالي أن منصة قوى دشنت اليوم بـ 22 خدمة على أن يتم مضاعفة عدد الخدمات المقدمة على المنصة قبل نهاية 2019 من أبرز الخدمات المقدمة قوة أداء المنشآت الذي يحفز المنشآت للتنافس لرفع مستوى جاذبيتها لأبرز الكوادر البشرية ومن خلال السماح لتلك الكوادر من ضمن ضوابط معينة لإطلاع على سجل المؤشرات التمييز لتلك المنشآت